ما هي دار الإسلام وهذا أمر مهم دار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام مثل الأذان، إقامة الجمعة، إقامة الجماعات ويعرف أنها بلد إسلامي حتى وإن كان حكامها لا يحكمون بالإسلام لأن العبرة بالظاهر فما دام ظاهر هذه البلد الإسلام وهي تنتمي للإسلام فإنها تكون دار إسلام أما إذا كانت لا تحكم بالإسلام ولا تظهر فيها شعائر الإسلام ويمنع من رفع صوت المؤذن ومن إقامة الجماعات وإقامة الجمع فهي دار فهي دار الكفر فهي دار الكفر أسل قرر أهل العلم أن البلاد التي لا تختم بالشريعة شريعة الله تعتبر دار الكفر وتذلك البلاد التي تظهر فيها أعلام الشرك أعلام الشرك تظهر فيها الأسلام والأوسان ولا تغير ولا تنكر هذه تعتبر بلاد الكفر نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر